السلام عليكم اتمنى ان الجميع يكون بخير في صحة جيدة اليوم ان شاء الله سوف ندر لكم وصفة البانكيك طلبتها مني في التعليقات و اي اختراء تقول الى امار عاديرين الوصفة الفلانية و نقول لك بالياراكي في الحسبان كل مرة ندروا وصفة لان البانكيك حسيت بلي وقتهم خاصة امهات الذين عندهم اطفال الذين يحب لهم العشية يحبوا دائما يكلوا حاجات فالبانكيك من اسهل الوصفات خمس دقائق و امتي وجدتها وصفة سهلة ما فيها ويلو و ايضا اللي تبعوني في الانستغرام و تلبروا الوصفة نقول لكم هالوصفة بالتفصيل نقولوا بسم الله و نروحوا العجينة على البانكيك نحتاجوا فيها دوش حبات البيض للمستحسن انكم تديروا حبات بيض يكونوا خشين انا هناك انه متوسطين فقط بشتيكم كمية مليحة لانه كمية حبتين بيض جيب لكم ثمان حبات او عشرة حبات متوسطين كمية حبتين بيض زدت لهم ثلاث مغارف سكر و بالنسبة للسكر هكذا اللي بانكيك تاوكم يجاوكم شوية ناقصين حلاوة اللي يحب يكلهم و احدهم يقديروا حب حتى خمس مغارف حطيت معاهم ثلاث مغارف كبار و مغرفة زبدة ذائبة اللي ما عمدوش الزبدة يقدر مباشرة يحط خمس مغارف زيت حطيت كاس الحليب يكون بارد و هنخلطهم قيس فقط ميضوبي هذك السكر كمية الحليب كبارة يضوب بسرعة سوف نحط في الفارينة فارينة المستحسن انه تكون مدخولة انا في الاول انسيت ما ندخلت هاش بسحنا المستحسن انه ننخلوها و كمية الفارينة راهي كاس و نصف فارينة اذا كان حجم البيض كبير بزيف تقدر تبدي معاكم شوية زيادة حطيت نصف كيس خميرة كيميائية حطيت لافاني و حطيت رشة ملح مع الفارينة و هنخلط بلفوي بالنسبة للمقادير ان شاء الله هنخل اليوم في حسابي على كوكباد و الرابط سيكون في صندوق الوصفة ضغطوا فقط على عنوان الفيديو كي قاول الوصفة تلقوا جميع المراحل هاني قاعدة نحط فقط الفارينة بشوي و ايضا نحاول نتأكد انه الفارينة كامل ضوب في الخاليط و ميكونش كاين هكذا كما نقولو احنا اتكد توليت على الفارينة و شوفوا الخاليط اللي نتحصل عليه هذه الكمية فقط ما حبيتش نحطها لانه قلت لكم البيض متوسط و شوفوا القوام ما يكونش اكيد خفيف كما الكريب و ما يكونش ثاني ثقيل و ما هذا هو القوام الصحيح و اصلا في وصفة البانكيك ما تلقوش فرق شاسع في الوصفات كاملة يخدمون تقريبا من نفس المقادير لكن السر كامل راهو في الطياب بالنسبة للطياب تحهم انا كنت جبت مقلة عليك خيب ولا جيبتها على التيفال ولا المهم اي مقلة ما تلصق لكمش و شفتوني فش حطيت الخاليط بشديني العملية سهلة حطيتوا في ذاك الوعاء حكذا خالي نقدر نهبط بسهولة بالنسبة لهذه المقلة كنت سخنتها من قبل 1-5 دقائق و النار تكون متوسطة لا تكون عالية لا تكون ناقصة و بالنسبة للعجينة على البانكيك لم أخلتها سريح يعني مباشرة تخلط سخنت المقلة و بديت هنا هذه المرحلة المهمة في الطياب كي نوصلوا لهذه الفقعيات اللي يكونوا غير شوية برك نقلبوا البانكيك كي نقلبهم نحاول كي نضغط على الأطراف و في الوسط يعني كلها نسوي لعجينة حتى الطيب يمليح و من تحت طيب كما من فوق شوفوا فقط كي نقلبها و شوفوا انه اللون كيف كيف و من تنسوش انه اللي بانكيك تواكم راهو ما حين يطلعوا لانه فيهم الخميرة شوفوا لو انهم هنا تعارفوا بلي راهو نجحين قلت لكم اهم مرحلية مرحلة الطيب لانه اللي عجينا مكانش فرغاني كامنا نختم بنفس الوصفة تعلي بانكيك رايح نعودلكم حين تسمرات باش تحفظوا الطريقة شوفوا الكمية اللي نحطها مع الوقت اللي عينكم يزينكم باش يجيوكم نفس الحجم ها نقعد نستنى و نقعد فوق فوق البانكيك لانه كنا نروح خلاص يعني اذا اللي بزا فقاعد في هذه المرحلة نقلبها شوفوا كيتقلبوها دائما تعودوا تضغطوا عليها كل اللي تسوي و قلت لكم الاطراف وتسويه والوصف البسط باش يجيكم مستوية باش كيتقلبوها جيكم طيبة مليح وهذا الملاحظة مهيش ملاحظة يعني كمان قولوا احنا عيدية ولا باينة ولا ذوك نعتلكم واحدة كين خليوها تطاول فوق النار و دير فوق عيز بزاف شوفوا الشكل يكون من الاسفل نحن نحيهم شوفوا هذه المرحلة الصحيحة بس انا نزيد نخليهم كين زيد نخليهم يولي كمال غريف مزجولوش بلي بزاف بسكو هذه المرحلة و اللي قبلها رغم بنس 14 ثواني و شوفوا هناك فشتاب و بزاف اللي طيبوا البانكيك هكذا و يجيكم ايه بس و من يجيكم شطري فان شاء الله هذه الملاحظة تضيوها بعين الاعتبار باش يطيبوا البانكيك يكونوا من الجهتين بنفس الشكل و يكونوا نجحين وهذا هو سر الطراوة بعد كين كسملكم شوفوا شيطريين مخفيف خفيف و احنا بعد ما كملت و طيبتم انا جوني ثمين حبات كبار كما راكم تشوفوا فيهم الله يبارك انتو ما تقدروا قلت لكم نديروهم توسطين يجيوكم عشرة ديروهم بس ثغارة جيوكم 12 و انتو ما تديرو حسابكم و شوفوا الخفة تهم و طبعا البانكيك يتوكلوا سخونية من المستحسن و نكي نشوفهم حكذا يعني بهذا اللون الذهب من الجهتين بلغر نفرح لانه هذا هو الشكل و اللون اللي نحبه و طبعا انتم ما تنسوش انكم تدخلوا الكوكبات و حطوا لي تطبيقاتكم كمام و الفين دايما تفرحوني تطبيقاتكم لانه على بالي مش كامل عندكم فيسبوك و الاخوات يفرحوا كي يحطوا لي تطبيقاتهم في هذا تطبيق الرائع اللي فيه الكثير و الكثير من الوصافات العربية هاي طريقة تقديم كما علي بلكم ذو كاب بعدة اشكال هو يعني الوصفة الاصلية تقدم مع الزبدة والحصل كما وصفة الغريف بصحانة هنا حبيت نقدمهم بالطريقة العصرية اللي سكون بالفواكه شوية لشانتي ان شاء الله سكون نعجبتكم في الاخير نقول لكم جربوهم و شاركووني تطبيقاتكم دمتم اوفياء و الى اللقاء اشتركوا في القناة